في إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن على مستوى محافظة الجمهورية تم إدراج 76 وحدة صحية وأربع مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحية الشامل بمحافظة أسوان وتم الانتهاء من تسجيل 24 وحدة صحية من قبل هيئة الرقابة والاعتماد وجاري اعتماد بقية المنشآت الصحية للحصول على شهادة جهار حفظة أسوان بدخلها منظومة التأمين الصحي الشامل تم إدراج عدد 76 وحدة صحية وأربع مستشفيات بإجمالي 80 منشآة حتى الآن تم دخلها ضمن هيئة الرعاية الصحية لتقديم الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الشامل طبعا حقا عارف أن احنا أهم حاجة في منظومة التأمين الشامل مش تقديم خدمة طبية بس لكن تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية جدا تم الحمد لله اعتماد 24 منشآة رعاية الصحية فأسوان اعتماد مبدئي طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة المصرية جهار الهيئة اللي بتصب معاييرها مبدئيا حول سلامة وأمان المرضى وسلامة وأمان المنشآت الصحية تم حتى الآن زيارة 33 منشآة رعاية الصحية من ضمنهم مستشفى صون تخصصي و31 وحدة رعاية صحية ومركز أولي مراكز بتقدم الخدمات الصحية من كشف وعيدات طبق أسرة وطوارئ وأسنان وفيه خدمات وقائية اللي هي بتبقى تنظيم أسرة وتطعيمات وفي الفترة اللي فاتت من شهر 11 احنا تشرفنا بزيارات هيئة الرقابة والاعتماد لمتابعة عمل الوحدات الصحية وكفائتها وتسجيل المنشآت دي انها شغالة على أعلى مستويات الصحية والدولية والمعايير ترجمة نانسي قنقر